في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة الثامنة من المعهد الصحي للذكور دفعة اللواء طبيب أحمد سامي كريم ودفعة سابعة من المعهد الصحي للإنات دفعة اللواء طبيب محمد رضا فريد وذلك بحضور اللواء أركان حرب وليد حمود عوض مساعد وزير دفاع وعدد من قادة القوات المسلحة كما تم تكريم أسر القادة التي سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرا عرفانا بعطائهم خلال مسيرتهم الوطنية بالقوات المسلحة كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكرية من الطبقة الثالثة